هتولي صورة محمد صلاح من الفيديو اللي عمله يعني مجرد ستيل حتى عايز بس اتكلم لانه ما اتكلمتش في الموضوع ده بس كفاية يمكن عشان كنت لسه بستمع وبشوف هتهالي واحدة بنجيبها تعالى نشوف بالزبط بقى لان احنا عملنا التفريغ بتاع الترجمة بعيدا بقى عن السمع ده محمد سؤال قبل ما هقول اي حاجة سؤال محمد صلاح هو اشهر رياضي عربي في تاريخ الرياضة العربية اولا لا الاجابة اه طيب محمد صلاح شهرته نابعة من موهبته الفزة ده مما لا شك فيه محمد صلاح بيلعب في نادي بريطاني شهير ليفر بول عنده عقود وقعها في السابق وقد يوقعها في اللاحق اتمنى انه يعرف يوقع في اللاحق بعد اللي قاله ممكن بنكون بنتكلم على عشرات او مئات الملايين من الدولارات اوليروهات بس محمد وهو اللاعب العربي الاشهر في تاريخ الرياضة العربية مش بس الكورة وهو اللاعب العربي الاغلى في تاريخ الرياضة العربية مش بس الكورة محمد قال ايه انا قلتلك الجملتين دول عشان تعرف محمد بيغامر بايه بس هتقول لي بيغامر هقولك اه محمد قال شهدنا في الايام السابقة ده بقى نصم عنفا شديدا ووحشية غاشمة تدمي القلوب الكلمة دي لوحدها تنهي كل عقود محمد صلاح وما هموش مصري جدعة طيب لا يمكن تحمل وطيرة العنف المتصاعد منذ اسابيع دي تنهي العقود المستقبلية جميع الارواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها يجب ان تتوقف المجازر دي ترحلوا العائلات تتقطعوا اوصارها دي تخليهم يستهدفوه يجب السماح بتقديم الدعم الانساني لغزة فورا دي تقلب عليه الدنيا يمر سكان غزة باوضاع مزرية بالامس شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى انت بتجيب سرط المستشفى يا محمد انت متعرفش ان المستشفى عند الصهينة وجو بايدن الذي يرى نفسه صهيونيا باعترافه وببنت شفاه وكل حاجة هو اللي بيقول الامر لا يستدعي لاني اكون يهوديا كي اكون صهيونيا هو اللي بيقول هو سعيد هو فرحان تمام بعيدا عن فرحته المستشفى جو يزعل بس مش جو انا يعني جو بايدن يزعل اللي انجليز يزعله ده ينهر ابيض ده يدبدبه في الارض يحتاج سكان غزة الى الغذاء والماء والدواء فورا انا اخد بقى دي بقى انا اشت جميع قادة العالم لتكاتف معا لمنع وقوع مزيد من المذابح للأبرياء والانسانية يجب ان تسود مذابح للأبرياء انت بتقول على الفلسطينيين يا مو صلاح انه هم أبرياء الخلاصة الخلاصة دي كلمة مامة الخلاصة اللي قاله محمد صلاح صوت وصورة هو ألقى بإيده في التهلكة وبالرغم من ذلك حس الوطن حركه حس الانسان حركه عربته حركته ضمير اليقز الذي لم ينم حركه هل يغامر محمد صلاح يغامر محمد صلاح وكأنه يضرب بكل شيء عرض الحائط غير آبه غير آبه يا راجل ده بن زيمة قال كلمتين وزير الداخلية الفرنساوي هدده بسحب الجنسية وقامت الدنيا على بن زيمة ولم تقعد يا راجل ده ست صحفيين في بي بي سي أعلنوا بس تضامنهم كده مع أهلنا في فلسطين بي بي سي خلصت عليهم طيب ترجمة نانسي قنقر